بص بقى يا دكتور سامح أنا هقولك إحنا بنعمل إيه كستات؟ طبعا إحنا كستات أنا أول ما راجل بيدخل حياتي أنا ممكن أبيع صحابي أبيع أهلي مش بيع اللي هو وحش يعني لكن أبعد بقى أنا مركزة في الراجل في حياتي ده ومركزة في قصة الحب الحلوة دي لو صحابي يكلموني مخرجش أبعد خالص وبقى مركزة كل التركيز في شريك حياتي حتى لو أهلي وممتي لا ممكن كل فين وفين عبر ما بروح لو شغلي لا أهدي شغلي على قد شغلي بالضبط وابقى جاري عشان أكلمه ونحب بعضه وحشتيني وحشتيني والكلام الحلو ده كل أبيع الدنيا كلها كست لو أنا بحب ليه الرجالة مزيينة؟ لا 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 الرجالة ما فهمش الحتة دي خالص ليه؟ يعني يا ست فعلا ممكن تضحي بكل حاجة كل حاجة اللي هي التضحية ودي معروفة التضحية في ستة طبعا جميلة والأم والست بقى بكل مراحل عمرها لكن الراجل ما عندهش الحتة دي خالص دايما الراجل بيفكر عارفة فكرة اللي هي البوكس دي فهو عنده هنا واحدة بيحبها خطبته مراته أيا كانت مرتبطين الناحية التانية عنده صحابه ده بوكس تاني خالص ما حانش يقرب منه إحنا الرجالة بنفكر كده البوكس ده ملوش دعوة يعني ده بتاع القهوة بالليل وبلاي ستيشن والقعدة ده موضوع تاني بلاي ستيشن دي خرابت بيوت كتير قوي لو أنت سايبني عشان تنزل تلعب بلاي ستيشن مع صحابك قدل صحابي انت بتغيري من صحابي ولا ايه زي بالزبط كده عارفة اللي هو كده زي عنده بردو بوكس تاني بتاع الشغل يعني كلمي أي راجل مثلا انه هو بيعضل حكتين مع بعض هتلاقي مش عارفة في الغالب يعني أغلبية الرجالة مش عارفه يعمل حكتين تلاس مع بعض ليه اشمعنا بيبقى مالتي تاسك في بداية العلاقة ايوه بعد العلاقة ما يضمن ان هي خلاص قعدت وبتحبه هو أنا هعمل ايه ولا ايه هو أنا مش شغلي ده هو أنا بلعب ده على فكرنا صحابي اهه مش اللي بجيب فلوس اهه ده صحابي ببنزل معهم بس حبيبتي دقتين عارفة انت لو اوكل متين دول طب ليه بديه ممكن ليه التحويل ده دكتور سابا ليه الرجالة بشعل بالعلاقة كده في شوية اللي هي إيه البدايات الحلوة انت فاهماني لكن مش كل رجالة والله بتعمل كده فيه رجالة بتفضل مكملة الحمد لله على قد ما بيقدروا يعني بس معظم الرجالة بتبقى لأسف بتعمل الحتة دي اللي هو في البدايات لكن او لما بيتملك شوية شوف انا الرجل اهو بس مش بدافع للرجال او او لما بيتملك شوية الست دي خلاص بقى حبها بخطوبتهم بجوازهم بقى اي حاجة خلاص وبيبدأ بقى ان هو اشوف بقية حياتي اللي انا كنت مأجلها ومشكلته ان هو ما بيرعفش يعمل الحاجتين مع بعض فهو كان مركز قوي هنا وبعدين بدأ يروح الناحية التانية اشوف شغلي بقى وحياتي وحيالي وحاجات زي ده يخليني بقى يعني بصراحة جاتلي دلوقتي حالا وانت بتتكلم ده يخليني اقول للستات ان هي برضو ما تردمش على حياتها كلها او ما ترتبط ويمكن ده اللي بيعمل المشاكل لان هو الراجل بيبتدي بعد الارتباطه خلاص وضمن ان خلاص انت خطيبته او مراته او او بيبتدي هو يشوف حياته كلها العادية بالزبط فلا بجد الستات بتقفل على حياتها خالص وبتفضل هو بس اللي قدام عنيها يعني انا الراجل ده بس اللي بحبه هو دي حياتي كلها بتقفل عليه فلما بقفل على الراجل ده وما بلقيش منه التقدير او ان هو متواجد بالشكل اللي انا نفسي يبقى متواجد به انا بزعل وبحزن بتحصل مشاكل وبتدي ركز اكتر وبتدي هو يبعدك من اللي هنا بتحصل المشاكل بالزبط كده خلينا نقول بقى على حاجة حلوقية هو ممكن خلي التطحية مشتركة يعني انتو اللي اتنين بتحبوا بعض وانتو اللي اتنين العلاقة سواء ما بينكوا وزي الفل خلاص اكيد الراجل بيضحي بحاجات والست بيضحي بحاجات اللي اتنين شايفينها والي اتنين عارفينها هيفضلوا طول العمر سعادة وعارفين ده لكن الست تضحي الواحدة غلط العلاقة كده مش مزبوطة مش ملتزمة